السلام عليكم أزور في اللون نهار سبت سفرحات إيتالي جاءت زيارة للبيت في إقامة الدولة و الإقامة كلوب ديبا ما زالت دولة داخل الدولة لما عكس ما كان يقول كل خريش تفتحت للشعب لا تفتح للشعب سيد في الليل عقب الليل جاءت بنيتات في الموبيل جاءت جاءت داخلين أحب شمجة درمية قال توقفوا أحب شمجة قطروا لهم قام هالبنيتات قطروا لهم لا تفتح للوزير في هذا الوقت في هذا الوقت في هذا الوقت قالوا قطروا قطروا لهم و قطروا و قطروا لهم و قطروا نفس السيارة قطروا لهم للمش يعني في إطار لعمل لا يصبح يلعبها على جدار أو يلعبها على جدار أو يأتي بنات لأنهم لم يكن أخلالهم عن بلوك يراو بزير يستطيع أن يسمح للروح لكي يهين جادارمي ترى جادارمية كانت فيهم وعليهم لأنها كانت بوليسية فيهم وعليهم ولكن عندما يكون يؤدي في المهم ويكون في وظيفته وخاصة عندما يكون يتبق في القانون خاصة عندما يكون يتبق في المشكلة في البلد يجب أن يتبق القانون يجب أن يحترم والذي لا يحترم البوليسي ولا جادارمي وهو يتبق في القانون وهذا مبان على فرحات إيتع لي وزير الصناعة أي نعم حاشا كينتوزير خسارة في كينتوزير السيد اللي راح يطيح له ويطيح لهم ويسيب فيهم ويهين فيهم زي ما قدام هذا وكان خابطاً بلس دوسلا خبط على روح وربي سهلة عليه يجب أن يخبط يخبط يصلي بالصح لا يجب أن يعفز في القانون هذا ما كان يجب أن يعفز في القانون جادارميه هذوك اتصلوا بالمسؤولين تاوحهم في الشرقة هو يجد مدى هذوك البنات هذوك أصبح البنات هذوك خرجوا بالطموبيل خرجوا وهذا يضحكوا على هذوك جادارميه جادارميه النارق وقفوهم أدوهم للمركز تحقوا معهم ولا كتافهم سخونية لديهم وزير معهم تبعوا ليشوا فقط ما سيحدث في القانون واللوح والعلى هو خوردة ورايس خوردة وجنرال خوردة بلد لم يكن فيها افترض المهم يعي ترسي خونا ما على بل يشراحوا لما راحش كل واحد يشراوا يقول لي انه مام كان يقول لك باللي هذوك جدارمية اللي يرفعوا تقارير ضد الوزير كان يخرجوا دعاية باللي راهم تنحاوا من منصبهم وانا ما نظنش لانه معلومات مؤكدة تقول باللي قيادة الدارك وهنا لي مليحة هنا احد يدير حاجة مليحة قدرت حاجة مليحة قيادة الدارك رفعت تقارير فرحات اي تعلي عن الوزير الاول ورئاسة الجمهورية باش يقدبوه باش يربيوه ومن المفروض هذا يدير الحبس من بعد ها يعقبوه لانه هاي لك اهانة موظف اثناء اداء مهامه الوظيفية هاي لك هذي نورما يطلعوها عليها هذي نورما يتنحها من الوزارة ويطلعوها لا يتحل الحكومة او التغيير لا وزير ما تشو زير نروح لنا احنا شفنا في دول وزير حرق انفيروج دارونه بروسي ها رح يخلصوه هذي قولوه امسو شاراس كان وزير المالية ها يعني هو اللي يقول للناس خلصوا البروسيات وقدروا البروسيات يفاصيه يمد امر لانه القبضة تحت الاوامر تحت قيادته يمد امر قال فاسيك البروسي هذا راح دخلص البروسي قبل ان يدخلوا البروسي لان فاسيك البروسي 45 الف لو كان تخلصوا ثم 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 تخلصوا ثم 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 تخلصوا ثم تخلصوا ثم تخلصوا البروسي هذا كيف يمكن الناس هذا فرحاتي تعليم الذي يجمع يجب الناس معلقين هل ترى نجيب السيارات من الخارج ولما نجيبه نجيب السيارات قديمة ولما نجيب السيارات جديدة نجيب المونتاج يعني هذا ما يبقى يدير السيد ابا ما المفروض الان يخلص يخلص لا يأخذ كيف يسمع نجيب السيارات كما تبقى ما دوخل نجيب السيارات يذكر نجيب السيارات يجب السيارات تبقى � نجيب سيكون تدين أنه نجيب السيارات ويصنطوش كاملويد لأنه لو لا ينحيوهش غدوة من الحكومة بعد اثنين أوبعين وصل التقرير بعدما يصل التقرير المفروض يتنحها من الحكومة ويتوضعها على ذمة التحقيق وهذا على الأقل يعطيه شوية آمل للشعب يقولوا يا دين تبقوا دولت القانون أما إذا لم يفعلوها يفتون يوجد هم مع المحتام مزاقية المحتام مزاقية ويجعلها تكملها الله يقدر الخير لبلادنا إن شاء الله والله يعجل برحيل هذي فويو اللي يرام يحكموا هذي العصابة المجرمة اسمعات هاو هذا يا ما قدرش تروح صراط له ديجا خطرة تعدى في ناس واليوم زاد قطرة المهم نقول وارب يقدر خير البلادنا وارب يعجل برحيل العصابة هذي وليك لا يخلص السلام عليكم اشتركوا في القناة